طيب اقولوا حضراتكم سريعا خارج داقة المباراة كده المجموعة ليه كاس الأمم الأفريقية 25 اللي هي هتطلع في المغرب ان شاء الله المجموعة الأولى تونس متغشكر جزر القمر جامبيا مجموعة الثانية مغرب الجابون أفريقيا الوسطى ليه سوتو مجموعة الثالثة مصر كابفردي موريتانيا بوتسوانا مجموعة الرابعة نيجيريا بنين ليبيا رواندا مجموعة الخامسة جزائر غينيا الاستوائية توجو ليبيريا مجموعة السادسة غانا انجولا السودان النيجر مجموعة السبعة كود ديبوار زنبيا سيراليون شاد مجموعة التامنة كونغو الديمقراطية غينيا تنزانيا اثيوبيا مجموعة التاسعة مالي موزنبيق غينيا بيساو ايس واتني المجموعة العشرة كاميرون ناميبيا كينيا زينبابوي مجموعة الحديثة عشر جنوب افريقيا اوغندا الكونغو جنوب السودان مجموعة الثانية عشر سنغال بوركينا فاسو ملاوي وبروندي لما نتكلم عن مجموعتنا هتلاقي يعني الحمد لله رب العالمين اعتقد اعتقد ان احنا ان شاء الله نقدر نتأهل لو لو بنتكلم عن الفرق اللي معنا لا احنا افضل احنا افضل هتقولولي كافر دي ومستوها عالي وشوفنا المستويات بتاعتها وبقت قريبة مننا او لا احنا برضو افضل وان شاء الله بإذن الله هنتكلم على اول وثاني اول وثاني احنا ان شاء الله لنا الافضلية ولنا الاولواء بإذن الله في تصدر المجموعة والوصول بإذن الله رب العالمين منتخب مصر لما لما نيجي نتكلم عن منتخب مصر مش عايزين نقلل من قيمة منتخب مصر مش عايزين نقلل من قيمته لان انت في الحقيقة فعلا فريق قوي. انت في الحقيقة فريق قوي. وقدر على المنافسة في كل البطولات. وعندك اللعيبة وعندك الامكانيات. واحنا احنا ورا جهازنا الفني. وورا فرقتنا. كلنا وراهم. حتى لو في اختلاف وغات النظر في بعض الحاجات. ولكن كلنا وراهم. لان احنا كل اللي همنا ايه? مصلحة بلدنا. مصلحة منتخبنا. منتخبنا يصل ان شاء الله. ان شاء الله. ليه? نهايات كاس العالم. وبازن الله. ليه نهايات البطول الافريقية في المغرب عشرين خمسة وعشرين.